قال خبراء إن الزلازل التي ضربت تركيا أحدث تغييرا هائلا في الصفائح التكتونية التي اتقى عليها تركيا حيث دفعت بالبلاد إلى الغرب بمقدار ثلاثة أمتار وقال عالم الزلازل الإيطالي الدكتور كارلو دوجليوني لموقع إيطاليا 24 الإخباري إنه نتيجة لذلك كان من الممكن أن تنزلق تركيا وتتحرك بما يصل إلى خمسة أو ستة أمتار وضاف أن كل هذا يعتمد على البيانات الأولية وستتوفر معلومات أكثر دقة من الأقمار الصناعية في الأيام المقبلة وقال الدكتور بوب هولتسوريت أستاذ الجيولوجيا في جامعة بريطانية إن مقدار تحرك الصفائح قد يكون منطقيا تماما بالنظر إلى قوة الزلزال والدمار الذي تسبب به أما في تركيا فتحدث خبراء عن هذه الظاهرة إليكم تفاصيل في هذا الفيديو لشرحي كبيرة يلعب بشرطة الكبيرة Acidرا A recursos مطرجم خرار القسم بعد sonra bu aşağı doğru kaymaya başladı. Bu boşluğu kapatmak için bu aşağı doğru kaymaya başladı. Ve yan alatım yapmak mecburiyet. Bu 7.6 bu 7.8. Evet. Ve burası şimdi burada böyle bir çöküntü alanı oluştu. Burası da Kahramanmaraş Ovası. Nereyi yükledi? Burayı yükledi. Doğu Anadolu fayının üstünde yeni bir yük var. Yeni bir yük var. Peki Adana üniversite yeni bir yük var mı? Var. Çünkü şimdi bu güneye doğru kaydı ya. Bu da bunun üzerine geldi bindirdi. ترجمة نانسي قبل أين في هذا الشرح؟ لنتوسع أكثر ما الذي جرى جيولوجيا بعد الزلزال؟ وهل فعلا حجم الدمار غير مسبوق؟ هذا ما يقوله العلماء الزلزال كان بقوة 7.8 درجات على سلم رختر وتسبب في صدع يمتد طوله لأكثر من 100 كم بين الصفيحة الأناضولية والصفيحة العربية العلماء وفي تفسير لما حدث إذا ما انتقلنا إلى النقطة القادمة إذن تحت سطح الأرض ما يمكن توقعه في أعقاب ذلك ذكروا نقاط عدة مركز الزلزال كان على بعد تقريبا 26 كم شرقي مدينة نورداي التركية وعلى عمق 18 كم عند فالق شرق الأناضول الزلزال أطلق بعدها موجات باتجاه الشمال الشرقي مما تسبب في حدوث دمار في وسط تركيا ووصولا كذلك إلى سوريا إضافة إلى ذلك الطاقة المنبعثة عن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا تزيد بمقدار 250 مرة عن زلزال إيطاليا المدمر في عام 2016 فصدع شرق الأناضول هو خط زلزالي عبارة عن كسر في الصخور يؤدي إلى انزلاقات زلزالية تتدافع بمجبهة ألواح صخرية داخل الأرض صلبة على امتداد خط الصدع الرئيسي الصدع هذا يؤدي وفقا للعلماء إلى زيادة الضغوط حتى تنزلق إحداها في النهاية في حركة تفضي إلى إطلاق قدر هائلا من الطاقة التي يمكن أن تتسبب في حدوث زلزال وربما كان الاهتزاز على سطح الأرض أشد من تأثير زلزال على مستوى أعمق بنفس القوة عند المصدر بعد أحد إحدى عشرة دقيقة من الزلزال الأول تعرضت المنطقة لهزة ارتدادية بلغت قوتها 6.7 درجات ووقع زلزال آخر بقوة 7.5 درجات بعد ساعة قليلة ثلاثة هزة أخرى بقوة 6 درجات في فترة ما بعد ظهر وقال علماء الجيولوجيا إن ما نراه الآن هو أن النشاط يمتد إلى فجوات مجاورة للفجوات الموجودة وبالتالي هناك توقع لاستمرار الزلازل لبعض الوقت إذن نناقش هذه المعلومات والمعطيات مع ضيفنا من بيروت الباحث والأستاذ المحاضر في الجيولوجيا وعلم الزلازل في الجامعة الأمريكية في بيروت الدكتور توني نمر مساء الخير دكتور توني أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي الأخبار الليلة المعلومات تتحدث عن انحراف تركيا باتجاه الغرب لثلاثة أمتار هل هذا أمر متوقع من هكذا زلازل بهذه القوة؟ نعم بالتأكيد زلازل بهذه القوة 7.8 دفنت لي الصفائح التكتونية زيحت من حد بعضها وهذا رقم هو كتير متوقع إذا ما كان أكتر من هيك الفكرة أنه مثل ما تفضلتي بالتعرير الدغوطات مهولة لدرجة أنه جبال عم بتزيح من حد بعضها وبالتالي كرمال هيك الجبال عم تتكون مع الوقت لأنه زلزال وراء زلزال وراء زلزال أمطار وراء أمطار وراء أمطار هيك بتصير الأمور وهك بتتكون التضاريس والجبال والوديان وهك بتزيح الصفائح التكتونية من حد بعضها وللأسف هيك بتتولد الزلازل طيب عندما نتحدث عن حجم الدمار الذي رأيناه دكتور توني بهذه الزلازل في مناطق نزلت على الأرض كلها هل الاهتزاز كان سبب سقوط كل هذه المباني أو كان فيه فجوات أرضية تسبب بها الزلزال أو ماذا؟ بالتأكيد بالدرجة الأولى هو الاهتزاز الاهتزاز الذي شعرنا فيه نحن في لبنان على بعد 300 أو 350 كم عن مركز ارتكاز الزلزال بالتأكيد كلما قربنا في المركز كلما كان الاهتزاز أكبر وكلما كان التأثيرات أضخم كل هذا التدمير الذي نرى هو نتيجة الاهتزاز المتواصل لفترة طويلة لو بيصير زلزال صغير بيصير الاحتزاز لفترة قصيرة ولكن للأسف الاحتزاز صار لفترة طويلة ما يزيد عن دقيقة وكربال هاك شفنا كل هذا الدمار مش متضرورة يكون فيه فجوات ممكن الدمار يزيد إذا كانت الصخور أو الأماكن المبنية على المنازل والويوت إذا ما كانت صلبة إذا كانت مواد رملية أو ترابية هذه بتزيد من نسبة الدمار ولكن إذا كانت صخور قاسية هذه بتخفف من نسبة الدمار طيب يعني فعليا كذلك فيه توقعات اليوم أنه قد يكون هناك زلازل قادمة وحتى تقريبا بنفس الخط هل هذا دقيق أو لا؟ ممكن جدا ممكن جدا الخط طوله حوالي 600 كيلومتر هل مازال وارد يعني موضوع بهذه القول؟ نعم إذا بتسمحي بس الخط الزلازل يلي صار عليه الزلزال طوله 600 كيلومتر القسم يلي تحرك هو ما بين 250 و300 كيلومتر سو في عنا القسم الشرقي من هيدا الخط الزلازل ممكن يتحرك بسبب الزلزال الأول لما نعرف عن القسم الشرقي من هيدا الخط هو أنه تقريبا بتحرك كل 200 سنة وهذه دراسة عمرت بال2020 أعتقد بآخر 4000 سنة هيدا القسم الشرقي كان عم يتحرك تقريبا كل 200 سنة وبالتالي ممكن هيدا الزلزال يلي صار هلأ يحرك القسم الشرقي ما عم نقول هيدا رح بصير ولكن جوابا على سؤالك فيه إمكانية ونحن بنعرف أنه زلزال الفجر حرك فالق بعيد حوالي 100 كيلومتر عن الفالق الرئيسي فالفالق المتقاربة الانكسارات المتقاربة ممكن تحرك بعضها وبما أنه في قسم طويلة من الفالق ما تحرك نتأمل أنه ما يتأثر بالزلزال اللي صار أو بالزلزالين اللي صاروا ويتحرك شكرا جزيلا لك ضيفنا من بيروت الباحث والأساذ المحاضر في الجيولوجيا وعلم الزلازل في الجامعة الأمريكية في بيروت الدكتور توني نمر موسيقى 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 شكرا